اشتركوا في القناة من المركز الجهوي للأنكولوجيا وكلية الطب والصيدلة والمعهد العالي لمهن التمريض وتقنيات الصحة تميز عملياتي في خدمة الصحة بجهة طنجة طوان الحسيمة يجمع بين الابتكار والنزاهة والأخلاق والالتزام والجودة وهو تجسيد للعناية الملكية الفائقة والرعاية الدائمة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لقطاع الصحة ببلادنا وموارده البشرية بغية تأهيلها والرفع من كفاءتها وتجويد خدماتها المقدمة لفائدة المواطنين فبفضل الرؤية الملكية المتبصرة وضعت الأوراش والمخططات الإصلاحية الكبرى الإنسان في صلب الاهتمام وفي قلب السياسات العمومية في إطار ميثاق وطني من أجل تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة فقد ساهمت الإصلاحات الكبرى التي باشرها المغرب خلال ما يزيد عن عقدين من الزمن وتعززت بجيل جديد من الإصلاحات والأوراش في وضع بلادنا في مرتبة أرفع على سلم التنمية والحداثة دينامية تندرج في إطار إرادة ملكية راسخة لضمان تنمية شاملة ومندمجة وإرساء عدالة اجتماعية ونظام المساعدة الطبية وابتكار واعتماد أدوات إدارية حديثة وفق المعايير التدبيرية التي أثبتت نجاعتها في القطع الخاص ولتنزيل الورش الملكي لإصلاح المنظومة الصحية ووفقا للتعليمات الملكية السامية تم اعتماد أربعة دعائم وركائز أساسية تتمثل في تثمين الرأس مال البشري وتأهيل العرض الصحي وتشكيل النمط حكامة جديد وخلق منظومة معلوماتية مندمجة متمحور حول الملف الطبي الواحد دينامية إصلاحية كبرى يأتي في قلبها المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس الذي تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأطلق عليه اسم جلالته الكريم فذلك اعتبارا للمكانة الخاصة التي يوليها جلالة الملك نصره الله للقطاع الصحي وللعاملين به فالمركز اختار نهج طريق التميز العملياتي ليكون بذلك رافعة للمنظومة الصحية الجهوية وخدمة المرضى والمرتفقين وجل الساكنة وكذلك الطلب المتدربين وفقا لمهامه المقررة استنادا للقانون المنظم للمراكز الاستشفائية الجامعية فالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بطنجة جوهرة المراكز الاستشفائية بعمارته المتفردة التي تجمع بينما هو مغرب أصيل وعصري ومطابقة لأعلى مواصفات الجودة البيئية تم إنجز هذا المركز على يد كفاءات مغربية خالصة وإدارة مفوضة للمشروع من طرف الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة ورسدت له استثمارات تفوق قيمتها مليارين وأربعمائة مليون درهم ممولة من ميزانية الدولة والصندوق القطر للتنمية فهذه البنية الاستشفائية تعد من الجيل الجديد بطابعها العصري من خلال هندستها وجودة العلاجات التي تقدمها وإدماجها للتكنولوجيات دقيقة ومتطورة فالمستشفى الرقمي الذي جوهز به المركز يساهم في دمج المنظومة المعلوماتية الاستشفائية محورها تقديم أفضل خدمات الرعاية للمريد بدءا من وضع الملف الطبي الموحد للمريد وهو نظام اطلع على خصوصيات جلالة الملك نظام يتضمن معلومات لتدبير قائمة الانتظار وفتح الملف الطبي مع إصدار بطاقة فردية خاصة بالمريد برقم تعريف جهوي ونظام معلوماتي لأرشفة وثائق المريد وحفظها في ملفه الطبي وانطلقا من مكوناته وأقسامه وتخصصاته يتطلع المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمهام العلاج حيث يقدم الرعاية من المستوى الثالث والرعاية العامة والمتخصصة والجد متخصصة للمرضى في حالات الطوارئ أو في حالة الأنشطة المبرمجة بالإضافة للطلاع المركز بمهام التدريس والتي يقدمها بشراكة مع كلية الطب والصيدلة والمعهد العالي لمهن التمريد وتقني الصحة وغيرها من الهياكل التعليمية العامة أو الخاصة ليسهم بذلك في التعليم الطبي والصيدلان الجامعي وما بعد الجامعي ويشارك في التدريب العملي للممرضي وتقني الصحة ويعد مستشفى التخصصات المؤسسة المحورية للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بطاقة تبلغ 586 سريلا يتكون بدور من قطب طبي وجراحي ومصلحة طب الجهاز التنفسي ومصلحة لأمراض الدم ومصلحة لطب الغدد الصماء ومصلحة طب القلب ومصلحة الأنف والأذن والحنجرة وغيرها من التخصصات الطبية ويشتمل المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس لطنجة على مستشفى الأم والطفل بطاقة 211 سرير والذي يضم قطبا طبيا جراحيا وقطب طب المستعجلات والإنعاش ومصلحة طب الأطفال ووحدة المساعدة الطبية على الإنجاب كما يحتوي المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بطنجة على مصلحة للمساعدة الطبية الاستعجالية ومصلحة للتصوير الطبي ومختبرات لعلم الأحياء الدقيقة والجراثيم والكيمياء الحيوية وعلم الدم والتشريح المراضي والخلوي والوراثة البشرية والوراثة الخلوية والطباعة ثلاثية الأبعاد ومعدات طبية المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بطنجة يتوفر أيضا على جناح مركزي للعمليات الجراحية بـ 31 قاعة مجهز بمعدات وتجهيزات من الجيل الجديد وبنظام تسيير معلوماتي بالكامل كما يحتوي على صيدلية استشفائية مركزية يعتمد تدبيره على نظام معلوماتي مندمج ما يمكن من توزيع الأدوية والمستلزمات الطبية من الصيدلية عبر روبوت التخزين والتوزيع على المريض بمختلف المصالح الاستشفائية بالإضافة إلى فضاءات للتنشيط العلمي البداغوجي والتكوين وقاعة كبيرة لمؤتمرات ومهبط لطائرات الهليكوبتر ومرافق تقنية وإدارية لبنة جديدة تعزز مسارة تنمية المستدامة بجهة طنجة طوان الحسيمة وتسهم في عملية تطوير وتحديث منظومة الصحة الوطنية كما تقدم دعما كبيرا للجهود الرمية إلى تعزز وتحسين خدمات الرعاية الصحية وتقريبها من المواطنين فالمركز الاستشفائي الجامعي الجديد يتضمن أيضا متحفا لحفظ الذاكرة يزخر ببقة من الصور والمؤلفات والأدوات العلمية التي تكشف للزائر عن التطور التاريخي للبنيات التحتية الاستشفائية على مستوى الجهة مركز الاستشفائي جامعي يعد المركز السادس من نوعه الذي يوفر خدماته على مستوى المملكة إلى جانبي المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بجهة مراكش آسفي والمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بجهة الشرق والمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينة بجهة الرباط سل القنيطرة والمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بجهة الدار البيضاء سطات والمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بجهة فاس مكناس ويوجد مركزان الاستشفائيان جامعيان آخران في طور الإنجاز بكل من أقادير والعيون فيما تمت برمجة ثلاثة مراكز استشفائية جامعية أخرى بكل من مدن الرشيدية وبني ملال وجلمين وكان جلالة الملك حفظه الله قد أطلق في مايه 2022 مشروع إنجاز المستشفى الجديد بن سينة بالرباط بطاقة استيعابية تفوق ألف سرير وذلك في إطار رؤية ملكية سديدة تهدف إلى تطوير وتعزيز البنيات التحتية الصحية وبالموازات مع ذلك سيتم إنجاز مركب استشفاء جامع بتوجيهات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على مستوى جهة الداخل وادي الدهب في إطار شراكة بين الدولة وجامعة محمد السادس لعلوم الصحة والمستشفى الجامعي الدولي محمد السادس المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بطنجة قطب طبي متميز يروم الإسهام بشكل ملموس في النهوض بقطع الصحة والعلوم ويطمح إلى مواكبة الدينامية الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها الجهة وهو ينسجم مع أهداف البرنامج الطموح والواعد طنجة الكبرى الذي يحظى برعاية ملكية دائمة ويجسد العناية الفائقة التي يخص بها جلالة الملك نصره الله رعاياه الأوفياء بمناطق شمال المملكة فبرنامج طنجة الكبرى يولي مكانة متميز لتطوير العرض الصحي بالجهة وينضف إلى مختلف المشاريع التنموية الكبرى التي أطلقها جلالة الملك بحاضرة البغاز وعلى مستوى جهة طنجة طوان الحسيمة لتعزيز إشعائها وجاذبيتها الإقليمية والدولية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر